بسم الله الرحمن الرحيم البيتراك في القناة الآن يكون هناك الثقار نتحدث عن البراج الأسئلة او الجماعي البراج الأسئلة زائد مفروض أن هناك حد إيش بارشل ال بارشل تي 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 بارشل ال بارشل تي 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 لكن إذا كان اللاقراديان لا يعتمد صراحة على الزمن فبكون بارشل ال بارشل تي شاو صفر لو جئت لأي المعظم الأمثل اللي مرينا عليها لو طلعت عن اللاقراديان ومعظمهم إذا نشكلهم مراح تشوف الزمن بشكل صريح موجود في اللاقراديان في هذه الحالة ستكون بارشل ال بارشل كيو جي فارشل ال بارشل كيو جي موقع من بارشل ال بارشل كيو جي . فالفعل ستكون بارشل ال بارشل كيو جي حتى... خضر الحoj أن عمل هذه الأميرة ل ها م recruiting لتوجه مع الأول contrat for two of us فعندك هون الـ Q. فمشتقة الـ Barsal Q. بالنسبة للزمن وهون عنا الـ Barsal Q. في الـ Q. المشتقة يعني Q. بالنسبة للزمن إذن هذون الحدين مع بعض عبارة عن D by DT عبارة عن D by DT إلى QG. في Barsal L Barsal QG. هذون الحدين عن اليمين هاي هم طرحنا جمناهم على اليسار يعني فصار عندي هون صفر يعني كله فيه D by DT إذن نقدر نأخذ D by DT إلى كل شيء بهذا الشكل. يعني D by DT إلى هذا المقدار يساوي صفر. إذن هذا المقدار يساوي ثابت. إذن الـ L ناقص صنع J QG dot Barsal L Barsal QG dot يساوي ثابت. هذا الثابت سمينا سالب H. يعني الـ H بالعكس اللي هو الهاملتونيان. الآن الهاملتونيان هون حسب هذا التعريف قد يساوي قد لا يساوي الطاقة الكلية اللي هي تي زاعدو. متى يساوي الطاقة الكلية؟ هذه الشرطين إذا كان الطاقة الوضع لا تعتمد على السرعة إذا كان الطاقة الوضع لا تعتمد على السرعة فبضل بارشل L بارشل QG dot وساوي بارشل T بارشل QG dot الآن T ناقص وحكمها L T ناقص وناقص وهي صارت بارشل T يساوي سالب H الآن حسب المبرهن المرة الماضية هاي لما تكون معادلة التحويل لا تعتمد على الزمن لما تكون معادلة التحويل لا تعتمد على الزمن فبتكون T فقط هي اللي بتاعت مدعم ربع السرعة فبتكون AJK QJ dot QK dot في هذه الحالة هذا السميشن ساوي 2T فصار عند T ناقص U ناقص 2T ساوي ناقص H T ناقص 2T فصار ناقص T ناقص U ساوي ناقص H لنفاع الحالة إذا كانت معادلة التحويل لا تعتمد على الزمن وطاقة الوضع لا تعتمد على السرعة المعممة بكون الهملتونيان يساوي الطاقة الكلية وإذا كان زي ما حكينا إلا جرانجان لا يعتمد على الزمن فبكون إيش؟ الطاقة الكلية والهمتون بكونوا ثوابت الآن في إنا إيش اسمه الـ أو 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 عميلتونيان وكما تركه أو متطاقة أو المكس وطاقة الوضع لا تهتمد على X. فوجدنا انه بارشل L بارشل X. هي نفس بارشل K بارشل X. وعطتني ايش؟ عطتني الزخم. يعني مثلا لما نقول الطاقة الحركية مص M X. تربية. وطاقة الوضع U of X. فبارشل L بارشل X. سوف نعطيك M X. وم X. هي Linear Momentum. بشكل عام نعرف Generalize Momentum. ممنتا يجمع ممنتا الزخم المعمم بها العلاقة. بارشل L بارشل QJ. بارشل L بارشل QJ. بالتالي شو بتصير معادلات لغرانز بهذا الشكل. لانه البي جي ضوط هي D by DT لبارشل L بارشل QJ ضوط. محل الحد في معادلات لغرانز اللي هو D by DT لبارشل L بارشل QJ ضوط. هي حطينا ايش؟ بي جي ضوط. شو تساوي بارشل L بارشل QJ. اذا هاي هي معادلات لغرانز. الان بالتالي استخدام هذا التعريف هاملتونيان شو بصير. بدل هاي المشتقة الجزئية حطينا بي جي. فصار الهاملتونيان صميشن عجي. بي جي. كيو جي ضوط ناقص L. اصبح الهاملتونيان تعريف صميشن عجي. بي جي. كيو جي ضوط ناقص L. الان هاي المعادلة اللي هي انا في طرقم واحد اللي هي فيها تعريف الجين لازم ينتم نقدر ايش نحلها يعني بطريقة معينة بحيث انه نطلع لكيو جي ضوط السرعة بدلالة الكيو والزخام والزمن. يعني على الاكثر طبعا مش شرط كل مجدين. اذا هاي المعادلة منقدر نحلها بحيث انه نطلع لكيو ضوط بدلالة الكوردينيات والزخام. فشو بنعمل بعد هيك بنعوض بنعوض هون في الهاملتونيان. فبالتالي اصبح هون ما فيه كيو ضوط وانما فيه ممكن كيو وبي وتي. هذا هو عبارة عن change of variables بحيث انه لما نكتب الهاملتونيان ما نكتبه زي لاغرانجيان بدلالة الكيو وكيو ضوط بدلالة الكيو والبي والتي. هاي كتبنا بشكل واضح عشان نبينها انه الهاملتونيان بدلالة الكيو والبي والتي. لاغرانجيان بدلالة الكيو وكيو ضوط طبعا والتي. فالمهم انه بدأ في الهاملتونيان ما نخلي الكيو ضوط وانما بطريقة معينة من المعادلة السابقة نحط مكانها ايش؟ الهاملتونيان بشكل واضح مرة ثانية. الهاملتونيان بدلالة كوردينيات والمومنتا ممكن الزمن. لاغرانجيان بدلالة كوردينيات والبريستي ممكن الزمن. فالآن نيجي الى اشتقاق المعادلات هاملتون. الآن دي اتش بما انه كأي فانكشن بتاعتمد على تغيرات معينة فالهم الهاملتونيان بتاعتمد على كيو والبي والتي. فالدي اتش طبعا سميش لانه اكثر من كيو عنده اكثر من بي. دي اتش تشاوي بارشل اتش بارشل كيو كي دي كي زائد بارشل اتش بارشل بي كي دي بي كي زائد بارشل اتش بارشل تي دي تي. إذن هاي كتبنا التوتل ديفرانشل لأهاملتونيان الهاملتونيان من كونه بعتمد على الهاملتونيان لان ايضا نيجي لها المعادلة الثنين لتعريف الهاملتونيان نقدر ناخذ دي اتش منها دي اتش الان ناخذه من المعادلة الثانية دي اتش يساوي يساوي مشتاقط الاول في الثاني زائد بي كييو كيو كيو كييو كيو كيوca ناقص DL و ناقص partial L partial QK DQDT و ناقص partial L partial T DT و هنا ما كاتبنا The second and fourth terms cancel each other يعني هاي الحد الثاني و هذا هو الحد الرابع بلغ بعضهم ليش؟ لأن PK هي تساوي partial L partial QKDT تعريف PK شو تساوي partial L partial QKDT إذن صارت هاي partial L partial QKDT DQKDT ناقص نفسه إذن هذا الحد بروح ماذا الحد واضح partial L partial QKDT نفسه BK وصار عندك BKDQKDT ناقص BKDQDT لهذا الحد ينراه وصار عندي H, D, H, QKDT D, BK ناقص آه هذا الحد من معادلات القراج الحد الثالث كتاب معادلات القراج منها BKDT وصار L partial QKDT إذن هاي عبارة عن D عن BKDT إذن صار ناقص BKDQKDQKDQKDT لأن نقارن ثلاثة مع أربعة ثلاثة مع أربعة لاحظ لاحظ ده تقوم بعمل دي كيوكي ناقص بي كيوكي تقوم بعمل بارش الاتش بارش الاتش بارش الاتش هذه المعادلات يعني هي معادلتين لكل إحداثي سميهم هاملتونز اكويتشن او كالنونيكال اكويتشن سميهم هاملتونز او كالنونيكال اكويتشن طبعا هم لا يشبهوا بعض كثير بس هاي فيها إشارة سالبة طرف اليمين عبارة عن المشتقل جزئي للهاملتونيال بالنسبة لالـ p او الq سميهم اكتبها و الجيمين عن الكتاب العق Experiment او مذهب cambi Скويتشن او الدم عالطرف اليمين عندك المشتقل جزئيه للهاملتونيال بالنسبة لالpi or بالنسبة للكيو ماذا تساوي لك؟ تساوي لك الضغط يعني المشتقى بالنسبة للزمن للآخر للإحداث الثاني مشتقى الجزئية بالنسبة لبية تعطيني كيو ضغط مشتقى الجزئية بالنسبة لكيو تعطيني بي ضغط ولكن إيش سهل الآن إذا كمان قررنا استمرنا في مقارنة بين ثلاثة وأربعة بقرر عندك أنه أيضا معامل DT يساوي معامل إذا نعقص بارشل عل بارشل تساوي بارشل أكش بارشل تي بارشل أكش بارشل تي يعني إذا عوضنا خمسة وستة في ثلاث يعني خمسة وستة هذولا عوضناهم مئن في ثلاث يبطلع عندي لاحظ تحط محل المشتقى الجزئية هاي كيو كيو ضغط الشراء يعني دي كيو كي باي دي تي فصار عندي هن Dahil دي كيو كي هون عفوا هذا لحظ دي كيو كي DBK by DT على DT DBK DBK على DT الحد الأول شو بصير ناقص ناقص DBK DBK على DT لأن هذول حدين نفس الإشارة سألوا مع إشارة سأل إذا هذا بصير صفر إذا لم نعوذ هاي المعادلة وهي المعادلة هون هذا بعطيني صفر شو بظال DH يساوي بارشل H بارشل T يعني DH by DT يساوي بارشل H بارشل T هذول كترفوا عن بعض بشكل عام هاي التوتال ديفرانشل هاي التوتال ديفرانشل اللي هي تعمل قعد السلسل اللي فيها مشتقاق بالنسبة لكيوكي وبنسبة لبيكي لكن هون لما عرضنا معادلة هاملتون تليل صفر فشو معنات هذا اللي حكي إنه يعني مش كتبها وراها إنه إذا كان هاملتون يلا يعتمد صراحة على الزمن إذا كان هاملتون يلا يعتمد صراحة على الزمن فبارشل H فبارشل فيه بيكون صفر إذن فايل حال بكون أيضا دي أتش باي دي تي صفر يعني بيكون الأتش كونستانت إذن متى بيكون الأتش كونستانت أو محفوظ إذا كان لا يعتمد صراحة على الزمن مثل ما حكيت الكيوكي والبيكي بنسميهم كانونكري كونجيكت إكوان الآن فيه آخر شي تعريف لاشي مسميه سايكلك أو إجنورابل كوردينيت ها الإحداث الكيوكي بنسميه سايكلك أو إجنورابل إذا كان اللاقرانجان أو الهمتوني لا يعتمد صراحة عليه هاي معناها عكس الإيسارة اليساوي بعش مش مناسب شكلها كثير رسائل اللي لقيتها إذا كان الدالة لغرانج لا تعتمد صراحة على الكيوكي بنفس الوقت طبعا الهمتوني المرح يعتمد على الكيوكي بنسمي كيوكي سايكلك أو إجنورابل لأن في هاي الحالة إذا أجل يعتمد على الكيوكي معناها بارشل أجل بارشل كيو سايو صفر لكن بارشل أجل بارشل كيو شو يساوي معدلات السابقة يساوي ناقص بي كي ضد إذا ناقص بي كي ضد صفر إذا بي كي تساوي كونستان إذا النتيجة إنه إذا جنرلايز ممنتم كونجو قدت أساكلك كوردينيات إسكن الزخم المعمم المقابل لأحداثي مهمل يكون محفوظ الزخم المعمم مقابل لأحداثي مهمل يكون محفوظ يوم أحطت شونا مثال للمحاضرة جاي إن شاء الله إذا كنا من الأحياء ستكون كلها أمثة على كتابة الهملتونيان وإيجاد معادلات الحركة من الهملتونيان سبحان الله بحمدك أشهد أن لا إلا أنت أستغفرك واتوب وليكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته